السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح بحل كتاب المعاصل الصف الثاني الثانوي. هناخد النهاردة هنقرأ كلمات ونتعرفها النقطة الصحيح. هناخد كل ما يتعلق بالكلمات سواء المراد في المضاد المتلازمات اللغزية تعبيرات لغوية. وهنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التركات اللي من كنت عبرنا. هنحل على هذا كل اسئلة ونقول السبب بتاع الحل. ولو عاوز تتابع معنا كل اعمالنا من فيديوهات ومزاكرات مجانية وملخصات جرامر مشروعها بطرقة جميلة وامتحانات بيجابتها وحاجات تانية كتير هتعجبكم ان شاء الله انضم معنا على قناة الواتساب او جروب الواتساب ورابط موجود في الوصف اسفل الفيديو. نبدأ مع اول حاجة اهم الكلمات. connect. connect. expansion. expansion. facilities. facilities. give up on. give up on. go down. go down. high tech. high tech. network. network. passenger. passenger. public transport. public transport. public. public. system. system. the underground. the underground. transport. 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 underground. 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 اهم الكلمات. add. add. affordable. affordable. authority. 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 available. available. central. 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 check in. check in. coast. 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 complete. 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 construction. construction. controls. 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 debate. debate. disagreement. 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 discussion. 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 البيهنا silent الاني POLLUTION, POLLUTION PRACTS, PRACTS PRECISE, PRECISE PRIVATE, PRIVATE PRODUCTION, PRODUCTION RAILWAY, RAILWAY REPLACE, REPLACE SCHEDULE, SCHEDULE FORMS, FORMS GAS, GATE GISS, GISS IMPORTANCE, IMPORTANCE IMPROVE, IMPROVE IMPROVED, IMPROVED INCLUDING, INCLUDING INCREASE, INCREASE SECURITY, SECURITY SERIOUS, SERIOUS SIZE, SIZE SUBURB, SUBURB TALK SHOW, TALK SHOW TOTAL, TOTAL TUNNEL, TUNNEL UNDERSTANDING, UNDERSTANDING BADICAL DEFINITIONS التعريفات EXPANTION لو التوسع أو التمدد أو التضخم AND INCREASE زيادة IN THE SIZE OR LENTH OF SOMETHING في حجم أو طول الشيء FACILITIES لتسيلات أو امتيازات أو مرافق للمرافق العامة مثلا PLACES, أماكن BUILDINGS مباني or equipment أو معدات that are used for an activity تستخدم لنشاط معين HIGH TECH دي أتصفها دو تقنية عالية DESCRIBING SOMETHING THAT USES A LOT OF NEW TECHNOLOGY بتوصف شيء يعني بيستخدم يعني لنقول تكنولوجيا جديدة كثيرة أو حديثة NETWORK شبكة ANY SYSTEM THAT HAS A LOT OF CONNECTED PARTS أي نظام في العديد من الأجزاء المطراتة مع بعضها TRANSPORT وسائل النقل والمواصلات BUSES أوتوبيسات TRAINS كتارات or TRAMS أو TRAM that anyone can use to travel around أي شخص ممكن يستخدمها عشان يتجول في المدينة أو في المكان اللي هو فيه هل أسلع كلمات NUMBER ONE THE WORD CONNECT IS THE SAME MEANING AS THE WORD LINK AND كلمة CONNECT هنا نفس المعنى بتاع كلمة LINK وإيه كمان كمان كلمة JOIN لأن الثلاثة هنا بيصووا بعض معناهم بيتصل بي أو يرتبط بي NUMBER TWO THERE HAS BEEN A BIG IN THE NUMBER OF PEOPLE USING A MOBILE PHONES IN RECENT YEARS يعني يوجد إيه يبير في عدد السكان اللي بتستخدم أو عدد الناس اللي بتستخدم الموبايلات IN RECENT YEARS في السنوات الأخيرة أكيد طبعا فيه زيادة واضحة جدا يبقى هنا expansion تمدد وتوسع وتضخم عدد كبير يعني NUMBER THREE THE NEW HOTEL HAS A LOT OF MODERN NOT TO ATTRACT MORE LODGERS LODGERS إنهم للناس اللي بيأجروا الشوء يعني يبقى الفنادة طبعا فيها modern إيه حديث كتير يعني بيجذب اللهم المقيمين أو النزلاء زي ما نقول طبعا هنا فيها أكيد طبعا تسهيلات ومرافق حديثة يبقى facilities NUMBER FOUR YOU DON'T NEED A NOT CAMERA IN ORDER TO TAKE GOOD FOOTOS YOU JUST NEED LOTS OF PRACTICE ده مش محتاج كاميرا إيه طبعا لكي تلتقط صور جيدة YOU JUST NEED LOTS OF PRACTICE انت بس فقط محتاج بعض ايه او الكثير من التدريب يبقى انت مش محتاج كاميرا فيها تقنية عالية زي ما نقول يبقى high tech يعني أحدث حاجة من ناحية الزوم والتصوير وكلام ده كله الجودة NUMBER FIVE BLOOD MOVES AROUND THE BODY THROW طبعا الدم بيضور حول الجسم THROW ANOAT OF VEINS ARTRIES طبعا هنا بيقول لي ان الدم بيضور حولها جسم الانسان من خلال كلمة VINZ هنا مقصود بها العروق ARTRIES اللي هي الشرايين وكلمة BLOOD VEINS الاوعيات الدموية طبعا دي كلها بتمثل ايه طبعا دي كلها تعتبر شبكة متواربطة مع بعضها يبقى NUTWORK NUMBER SIX THE GOVERNMENT ENCOURAGES PEOPLE TO USE TRANSPORT BECAUSE THERE ARE TOO MANY CARS ON THE ROODS الحكومة بتشجع الناس يستخدموا المواصلات الايه لان طبعا فيه سيارات كتيرة اكثر من اللازم في الطرق يبقى هيستخدموا السيارات الايه او المواصلات العامة يبقى NUMBER SEVEN المواصلات العامة طبعا اتحسنت كتير يبقى انا بتكلم على النظام نفسه بتاع المواصلات العامة يبقى هيستم public transport system نظام المواصلات العامة نUMBER EIGHT A huge chips السفن العملاقة passengers and the goods between Egypt and Saudi Arabia عايزولك بتقوم بنقل الركاب والمسافرين والبضائع من مصر الى السعودية يبقى هنا transport يبقى مصر ما احنا قلنا transport يعني مواصلات هنا جاه كفعل بينقل NUMBER NINE Not all people like it when prices not producers hate it مش كل الناس بتحب ان الاسعار ايه المنتجين بيكرهوا الكلام ده اكيد طبعا المنتجين بيكرهوا انخفاض الاسعار عشان مش هيكسبه كتير زي الاول يبقى هنا go down تمام NUMBER TEN اذا نوع runs on electricity run on يعني بيعمل به او بيشتغل بايه يبقى ايه اللي بيعمل بالقهرباء facility مرفق من المرافق او تسهيلات underground construction schedule طبعا هنا هتبقى تلمة underground اللي معنها ايه المترو تلمة construction يعني انشاء او بناء schedule يعني جدول طبعا هتبقى underground number eleven using forms of public will help solve the traffic problem استخدام اشكال ايه العامة هتساعد في حل مشكلة المرور اكيد طبعا public transport يبقى لطر ايه او لطر دي هنا اخر واحدة transport number twelve not aren't allowed to smoke on means of transport مش مسموح انك تدخن في وسائل الموصلات طبعا ايه اللي مش مسموح بقى اللي مش مسموح له يعني طبعا اكيد الركاب المسافرين يبقى هنا passengers يبقى الركاب مش مسموح لهم لدخنهم في الموصلات العامة number thirteen although he is over seventy years old he hasn't doing sport رغم انه هو اكتر من سبعين سنة هو طبعا ايه he hasn't doing sport هو كده لم يقلع عن الرياضة يبقى giving up وكمان giving up on والاثنين صحة على فك يبقى letter c يبقى لم يقلع ولم يترك ومرسة الرياضة رغم انه عنده كم سبعين سنة number fourteen everyone كل واحد in the accident has been questioned by the police كل واحد طبعا في الحدثة كان مشترك في الحدثة مثلا تم استجوابه عن طريق الشرطة يبقى هنا involved مشترك فيه او منخرط فيه number fifteen او ممكن اقول عليها كلاما involved متورط فيه number fifteen I have a flexible job not so I can meet you at any time انا ممكن اقول لك في اي وقت فبالتالي الوظيفة بتاعتي فيها مرونة شوية يبقى هنا اكيد يكلم على schedule low schedule بتاع الوظيفة بتاعتي فيه مرونة او ترتبات الوظيفة بتاعتي فيه مرونة شوية ممكن اتحرك يعني براحتي number sixteen the project involves ten thousand workers engineers المشروع اشترك فيه عشر تلاف عامل اعزوا لك ومن ضمنهم كمان المهندسين يبقى including مشتملا على المهندسين كمان number seventeen quick اسرع we are short of time وقتنا ديق وقتنا قصير we must in before the flight لازم ان ايه طبعا هنا لازم ان check in تمام وانا طبعا check in بيسجل اوراقه يعني في المطار او بيسجل وصوله في المطار يبقى هنا اسمها check in number eighteen i can't assure anything طبعا بقولك انا ما اقدرش ااكد لك اي شيء we don't have a or an schedule ما عندناش جدول ايه for the final exams للامتحانات النهائية يبقى انا ما عنديش جدول محدد وواضح يبقى هنا precise تمام number nineteen the underground moves in not under the surface of the earth underground هنا مقصود بها المترو مترو الانفاء او بيتحرك في ايه تحت سطح الارض طبعا بيتحرك في tunnels للي الانفاء تمام number twenty the company not a new site for its products الشركة عايزوا لان هي عملت موقع جديد للمنتجات بتاعتها يبقى هنا created تمام create a new site يعني انشاء موقع جديد number twenty one I have a not car I don't have to take the bus انا عندي عربية ايه او سيارة ايه فانا مش متراخد الروتوبيس يبقى اكيد السيارة بتاعت السيارة خاصة يبقى private car number twenty two مصر محمد not an important point of discussion مصر محمد ولكن نقطة مهمة للمناشة يبقى هو عرض نقطة مهمة قد من نقطة مهمة يبقى لترضي قدمه موضوع مهم للمناشة تمام number twenty three a not is usually quieter than the city center ايه طبعا اللي اعتبر اهدأ من وسط المدينة طبعا بنكلم على ايه suburb اللي الضاحية يعني اول جزء في المدينة كده في خضرة وكده يبقى اهدأ من المدينة number twenty four I want my mother to not my father to let me join the school trip يعني انا كنت عاوز ماما تكن عبابة يسيبني او رحل ليه اشترك في رحلة المدرسة يبقى هنا persuade لطربي number twenty five try to enjoy what is not in your hands حاول تستمتع بيه طبعا اللي في ايدك يعني حاول تستمتع مقصود بها in your hands هنا المتحلك يعني استمتع بالمتحلك اللي هو available يبقى what is available in your hands number twenty six the user guide tells us أو tells you how to not a device user guide لو ايبقى لو الكتاب المرشد بتاع المستخدم زي بنقولهم الارشادات المستخدم يعني طبعا بيخبرك كيف نوات a device يبقى اكيد كيف ايه كيف تقوم بتشغيل الجهاز ده device يعني جهاز المت يشغل يعني operate مهام number twenty seven naturally people like any increase in their income يعني حاجة ده شيء طبيعي ان الناس تحب زيادة في الدخل بتاعها in this atrons في السياق the word increase is a كلمة انجريز هنا طبعا دي جاء بعد الفعل اللي هو like وجاء قبلها any يبقى اتنون تمام يبقى letter a تمام يبقى كلمة increase مش معناها يزيد معناها زيادة يبقى اتسم number twenty eight smart phones are now available at not prices التلفونات الزاكية دلوقتي متاحة بأيه بأسعار ايه طبعا هنقول أسعار في المتناول يعني ممكن تحمل النفقات بتاعتها يبقى affordable letter b تمام number twenty nine البحث طبعا طبعا بيكلم أو بيتنقش أو بيأكد على أهمية زراعة زراعات النباتات يبقى هنا emphasizes لقيني كلمة emphasize يعني يؤكد على number thirty the committee اللي هي اللقنة are not the possible solutions to the problem اللقنة طبعا من المفروض انها بتعمل ايه حلول ممكنة للمشكلة يبقى هي بيتنقش الحلول دي يبقى هنا debating ناقش number thirty one while a traditional train moves on two rails بينما القطار التقليدي بيتحرك على يعني اتنين من القطبان الحديدية اللي هي two rails our end moves on one rail ايه بقى اللي بيتحرك على قضيب واحد حديدي اللي هو monorail يبقى اللي يترضي تمام المنوريل بيتحرك على قضيب واحد number thirty two when someone is talking لما شخص يكون بيكلم it's impolite يعني من غير الاذب يبقى شيء غير مهزب يعني to not them اننا طبعا اطعو يبقى هنا interrupt يبقى الحديث number thirty three هنكلم في التعريفات and not is an increase in the size or length of something زيادة في الحجم او طول بتاع الشيء وانا بتكلم في التمدد والايه ليه كلمة expansion تمام تضخم تمدد توسع number thirty four a place مكان building او مبنى or equipment او معدات that is used for an activity تستخدم لنشاط is known as ديها بنسميها ايه لابقى انا بتكلم هنا في الا facility اللي هي زي ما قلنا احد المرافق number thirty five the noun not refers to buses كلمة ايه او الاسم اللي هو ايه بيشير الى الاوتوبسات trains قطرات trams that anyone can use to travel around اي شخص ممكن استخدم عاشين يسافر بيها او يتجول بيها وانا بتكلم في المواصلات يبهينا transport letter a تمام number thirty six any system اي نظام that has a lot of connected parts is called اي نظام فيه اجزاء متصلة بعضه is called بنسميه ايه طعم نسميه network ليه شبكة متصلة مع بعضه number thirty seven not means using a lot of new technology معناها بنستخدم تكنولوجيا كتير حديثة يبقى هنا high tech يعني عالي التقنية بعد كده بوكابر الصدي دراس كل مطالق والكلمات اول حاجة verbal متلازمات لفظية وقلنا يعني ايه متلازمات لفظية يعني فعل بيجي مع اسم بيدي معنى معين لو غيرت الفعل او غيرت الاسم المعنى بيتغير كمان ممكن الفعل يجي مع صفة حسب زيارك الكلام مثلا build a metro line ينشئ خط metro create pollution يسبب التلوث create a connection يوجد صلة do a cooking course وخلي بالكم do a cooking course يحصل على دورة تدربية في الطهي have a precise schedule لديه جدوى العمل واضح make notes يدون ملاحظات عن show disagreement يبدي رفضا show doubt طبعا البيهنة صالانت يبدي شك take a test يمتحن او ياخذ على الانتحان take place يعني يحدث نحو بعكال السنونيم المترادفات اول حاجة affordable متاح او رخيص السنونيم او المين انجبتحها ممكن يقولك they are the same لهم نفس المعنى طبعا بتساوي cheap inexpensive connect يربط او يواصل بتساوي join attach associate link expansion توسع او تمدد بتساوي growth facility موهبة او ملكة شكرا تبقى اللي احنا عارفينها والمشهور بالنسبة لنا facilities اللي هي المرافق لها دينفع كمان كلمة facility ملكة حتى عنده حاجة معينة ميز بها يعني او موهبة بتساوي talent public عيام او قومي ساوي national public مرموك او بارز بتساوي prominent او well known الانتونيم المتضدات affordable متاح او رقيص يعني ممكن نتحمل التكاليف بتاعته عكسها اللي هو الانتونيم او الانتونيم او الابوسيت او يقولك they are not the same we can't replace it by ممكن ما نقدرش نستدلها به يعني عايز عكسها يعني يعني عكسها expensive costly dear ده كله معناه غالي connect يربط او يوصل عكسها disconnect او dissociate expansion توسعه وتمدد عكسها contraction انكماش او تقلص public عام او قومي عكسها private اللي خاص او شخصي public بمعنى مرموك او بارز يعني عنده مكانة مرموقة عكسها obscure او unknown مغمور او غير معروف public على الملأ عكسها secret سري نخبع كده derivatives المشتقات مشتقات الكلمات كلمنا عليها قبل كده اكتر من مرة وهنراجع بسرعة على المشتقات دي يعني ايه المشتقات تبقى عارف مكان الفعل والاسم والصفة والحال في الجملة يعني ايه بقى بقى حافز الكلمات ومش عارف اطبق صح لانه بقىش عارف اماكن الكلمات دي يعني الفعل هنعارفين دايما بيبقى بعد الفاعل سواء كان الفاعل اسم او ضمير بيجي بعضه على طول الفعل ممكن يجي فعل مصدر بعد الافعال النواقصة زي كان ويل شود وهكذا كمان الفعل ممكن يجي فول الجملة لو كانت جملة امر طب الاسم الاسم ممكن يجي اول كلمة في الجملة في محل فاعل الاسم ممكن يجي باعد الفعل او بعد حرف الجر في محل مفعول الاسم كمان ممكن يجي قبله لو كان طبعا بتكلم على كمية او عدد مسلا يجي قبله لو كان اسم مفرد وما للصفة الصفة طبعا بتيجي بعد الصفة بتيجي قبل الاسم عشان توصفها الصفة بتيجي بعد الافعال التقريرية زي ما اخذنا في اليوحدة الاولانية ل denomin الحال او الظرف ده بيجي بعد الفعل عشان يوصفه مش احنا يقولنا الصفة بتصف الاسم وتأتيه قبله الحال يصف الفعل ويأتيه بعده وغالبا الحال بيبقى فيه الواي غالبا مش دايما كمان الحال ممكن او الظرف ممكن ييجي قبل الصفة عشان يحدد مقدار الصفة فاكرين المثال المشهور كنا بنقول لترميل اولاني هنعكس بقى عشان نحن في البرد دلوقتي بيجي قبل الصفة عشان يحدد مقدار الصفة نشوف كده كلمات اللي عندنا طبعا كفعل يربط او يوصل لو اس ما تبقى connection رابط او اتصال وطبعا لو صفة هتبقى connected متصل او دي صلة مثلا try to احنا عارفين انه try to حاول ان بيجارها مصدر يبقى connected يتفعل حاول يعني تربط وتوصل تربط ايه الاسباب والنتائج ببعضها try to make a connection حاول انك تعمل ايه شايف جابلك ايه اعني قلنا ممكن قبل الاسم اجيب ا لو كان مفرد ا او ان between causes and the results حاول تعمل اتصال بين الاسباب والنتائج results are connected to causes هنا are يبقى هنا الصفة جاءت ايه بعد verb to be زي ما قلنا من شوية تماد ناخد كلمة تانية expansion مشتقاتها expand يمدد او يتمدد دي اتفعل هنا يقول لي metals expand when they are heated المعادن تتمدد اذا تم تسخنها خلي بالك metals فاعل expand فاعل يجي بعد الفاعل expansion توسع او تمدد دي اتناون دي اتاسم very high temperature temperatures درجات الحرارة العالية جدا lead to تؤدي الى the expansion of metals تمدد الحديد شايف كلمة ايه expansion of metal دي ات في محل مفعور جايب بعد lead to اللي والفعل expandable قابل للتوسعة او التمدد metals are expandable مش دي اتصفة جايب بعد verb to be نفس اللي قلنا من شوية when they are heated المعادن قابلة للتمدد لما يتم تسخنها facility وانا لها اكتر من كلمة مشتقة منها facilitate يسهل او ييسر the rule of the teacher is to facilitate شايفين to بجوارها مصدر يبعد فعل يبعدور المعلم ان هو يسهل ييسر complicated points النقاط الصعبة facilitation التسهيل او التوضيح the rule of the teacher is the facilitation of complicated points هنا كلمة facilitation اسم جاي في محل مفحول بعد الفعل is تمام facilitator ميسر a teacher is more of a facilitator يعني عايزوا لك ان ايه المعلم اكثر من كونه ميسر هو مش بيسر المعلومة بس لده اكتر من كتب كتير وجاي هنا بعد a وقلنا ممكن الاسم ييجي قبله a وان لو كان اسم مفرد يقولنا قبل كده facilities جبتي هنا اسم جمع تسهيلات امتيازات مرافق زي المرافق العامة مواهب لوكسور has great tourist facilities لوكسور فيها مرافق سياحية عظيمة او امتيازات سياحية عظيمة او تسهيلات حاجات كتير او تنفع بعد كلكلمة public كلمة public معناها الجمهور او العامة لما اقول most of the public are against crime معظم الجمهور ضد الجريمة دي هات اسم لكن public ممكن تنفع صفة لو جات بعد فيروب توبيزة ما قولنا يعني عام او شعبي trains are public transport الكتارات مواصلات عامة هنا صفة جات ايه جات قبل الاسم عشان توصف مش عنا هنا الصفة تصف اسم الادواتي قبله الاسم الواترانس بورت مواصلة جات قبل وابلك عناها عام او شعبي نخبع كده expressions and idioms تعبيرات ومصالحات along the coast على امتداد الساحل around the world حول العالم bad for ضربي bring the total number 2 يصل بالرقم النهائي by the end of قبل النهاية cairo metro authority هي اتمترو للقاهرة close to قريب من for or again استماعاء او ضد forms of transport انواع وسائل المواصلات make it easier for يجعل من الاسهل بالنسبة لي metro network شبكة المترو monorail line خط سكة حديد احياد القطبان over the next 10 years على مدار السنوات العشر القادمة public transport network او system شبكة المواصلات العامة talk show برنامج حواري 10 times is a pollution of 10 اضعاف التلوث الناتج عن greater cairo القاهرة القبرى increase in زيادة في instead of بدلا من total number الرقم النهائي او المجموع underground network شبكة متر الانفاء الفعل مع حرف القرب connect to يربط ب expect to يتوقع an get to يصل الى plan to او plan for يخطط لي او من اجل stop from يمنع من an travel around يتنقل في الانحاء work for يعمل لحساب ناخد بقى سلعة vocabular study اول حاجة number one the acronym of affordable is احنا قلنا كلمة affordable يعني متاح مضادها ايه يعني حاجة متاحة حاجة رخيصة يبقى اكيد يعني غالي number two man's activities انشطة الانسان كلمة man مش معاناها رجل معاناها الانسان هنا much pollution طبعا بتسبب تلوث اكبر اتولي يا مصر طبعا كوز ديت واضحة طب ما ينفعش create اه طبعا بتنفع كمان يبقى اللي تنصح ايه يبقى تنفعه create يعني بتصنع او تنشئ وينفع تسبب number three his expression shows نقط تعبيراته بتظهر ايه طبعا بتظهر ايه تعبيرات وشه مثلا يبقى doubt check number four when we say that someone is a public figure لما نقول ان فيه شخص او شخصية عامة يعني على واحد شخصية عامة we mean that they are not معنى كده ان هما مش ايه ما هو شخصية عامة يعني معروفة يبقى not obsecure ليس مجهول او طبعا زي يقولون بيه غير معروف number five he didn't او he hadn't made up his mind طبعا كلمة made up his mind يعني لم يتخذ كرار he not doubt يبقى هو ما خدش كرار يبقى هو لسه بيشك في الموضوع يبقى should doubt number six يوسف is not a cooking course because he wants to start his own restaurant يوسف بياخد كرس في الطه لانه عايز يبدأ في ايه في مطعم الخاص بيه طبعا احنا قلناها من شوية do a cooking course وهنا هنحط لها ينجيه doing a cooking course number seven there are plans for not a new metro line في خطط لإيه طبعا لإنشاء خط مترو جديد يبقى هنا building تمام لطر ايه number eight expansion is to not as connect is to associate خلي بالك بقى احنا قلنا قبل كده قاز دي لما تيجي في جملة قبلها كلمتين واحدة قبل تو واحدة بعد تو وكمان بعدها جملتين نفس الكلام او كلمتين نفس الكلام هنقولنا فاكنيزة اسمها ايه تمام برافو عليك في ناس ما شاء الله ذكرتها قوية اسمها صغة ايه يا مصر الانالوجي الانالوجي ديت يعني صغة القياس يعني بتعمل قياس بين كلمتين وتقولوا الكلمتين التانيين زي هم بالزبط بمعنى ايه برضو لو في كلمتين علاقة بينهم علاقة هنجيب بعد كلمتين العلاقة بينهم علاقة لو كلمتين اللي قبل العلاقة بينهم علاقة تضاد هنجيب كلمتين التانيين علاقة تطد وهكذا لو كلمتين اللي قبل فعل مشتقة من نصفة. هجيب بعدها فعلي مشتقة من نصفة وهكذا. نشوف كده. علاقة كلمة بايه? زي علاقة كلمة بكلمة ازا كلمة ازا كلمة الاتين قدلوا اصلا فيه تراضف في المعنى بينهم. لان كلمة يعني يوصل لهوى كلمة فبالتالي انا عاوز كلمة مراضفة لكلمة لو التمدد او التوثع يبقى ايه? يبقى اعتقد كده النقطة دي بقت واضحة بالنسبة. يبقى دولة دي تحسمها علاقة ايه? ما تنسوهاش بقى. نمبر ناين. ما تقوليش بقى تسهيلات ومرافق. ده هنا فسيلتي معناها معناها اللي هي تالنت موهبة وملكة. عندها موهبة رائعة في رياضيات. انا قلتها من شوية. ايه? طبعا دي بتساوي كلمة موهبة. نمبر تن. الشركة بتخطط ايه? طبعا تخطط عشان تفتح فرع جديد في اسواء. يبقى بلان تو اوبن. لان بلان بيقورات والمصدر يخطط ان. نمبر 11. المترو افضل ايه في الموصلات? في المدن المزدحمة. طبعا افضل شكل من اشكال الموصلات يبقى نمبر 12. الشوارع مزدحمة. عشان كده ايه? طبعا انا يعني زي بقولهم بدل الشوارع مزدحمة يبقى انا وصلت المكتب بتاعي اكيد متأخر. يبقى التمرين ده بيعمل ايه? في العضلات بتاعت الزراع طبعا بيخليها تتمدد. طبعا انت دلوقتي عايز فعل ولا اسم ولا ايه? طبعا انا عايز كده فعل لاني هنا اسم في محل فاعل. يبقى بيجو وراها الفعل تمام? نمبر 15. التمرين ده يؤدي الى ايه? طبعا هنا الفاعل فاعل يبقى انا عاوز مفعول والمفعول بيبقى اسم يبقى هنا يبقى التمرين ده يؤدي الى يعني اطالة في عضلات اللي ايه? الزراع. نقوم بعد كده الجزء الخاص بجرامر زمن المستقبل التام. هناخد واحدة واحدة الاثبات والنفي وكل حاجة فيه. اول حاجة الجملة المثبتة في زمن المستقبل التام بتدقى طبعا بفاعل تصريف ثالث. فاعل تصريف ثالث. مثلا. هو سوف يقوم بعمل يعني وتزيين المنزل بحلول اغسطس القادم. يعني قبل ما اغسطس ييجي هيكون هو امتهم الدكور ده. يبقى الحدث ده تم قبل ايه? زمن محدد في المستقبل. طب واحدة واحدة معي وركز بقى. الجملة ديت اول حاجة فيها هي ديت فاعل. ديت الفعل. كده ديت مبني المعلوم. طبعا انا عايز خلالها مبني مجهول الفاكرين. هبدأ بالمفعول. يبقى دي رقم ثلاث. يبقى انت لو رقمتم كده عشان تاخد بالك. ديت اول حاجة ايد رقم واحد. وطبعا الفعل هيبقى رقم اتنين. وطبعا المفعول رقم ثلاثة. لما اجي حاول مجهول هبدأ بايه? هبدأ بالمفعول. يبقى رقم ثلاثة. وطبعا اتنين زي ما هي? ورقم واحد في الاخر بجيب قبلها باي لو زكرتها وما جبهاش اصلا ما قالش باي ايه? باي هم. ما فيش مشكلة بدي. طب ركز بقى في النقط اللي لك عليها. وهي تكوين زمن المستقبل التام في المبني المجهول. بيكون زي التكوين الاولاني بس بنزود حاجة بسطاوي بنحط كلمة بين. يبقى المنزل سوف يكون قد تمنى عمل وتزيينه يعني بحلول اغصص القادم. لو هنفي الجملة في المبني المعلوم هحط نقط بعد يعني يعني ايه? فاعل won't have تصريف تال. مثلا. لن يكون قد انتهى من عمل الدكور بحلول الساعة السادسة. طب لو عايزة جميع مجهول نفس الفكرة هجيبي المفعول في الاول قلت هنا the house. won't have been decorated. يبقى المنزل لن يكون قد تم عمل الدكور بحلول الساعة السادسة. لو هسأل بفعل مساعد السؤال بهل. طبعا هبدأ بويل مش كان فاعل will have تصريف تالت هتبقى فاعل هنجيبها رقم اتنين. يبقى هنا will. فاعل هاف تصريف تالت. will he have decorated the house by next August? هل هو هيكون قد تم بعمل قامة بعمل دكور للمنزل بحلول غصص القادم? لو هجيبها مجهول نفس الفكرة هبدأ بويل. بس بعد will. اه يا مصر مش احنا كنا بنقول المجهول بيبدأ بمفعول? يبقى مفعول will. هعكسها will مفعول. يبقى will the house have been decorated by next August. هل المنزل هتكون هيكون قد تم عمل دكور لي بحلول غص قادم? لو هسأل بأدات استفهام. اجيب أدات استفهام. will. فاعل هاف تصريف تالت. مثلا. when will he have decorated the house? متى سيكون قد قام قد قام بإيه بعمل دكور للمنزل? لو هجيبها في المجهول هجيب نفس الفكرة بعد. will. هجيب مفعول. يبقى when will the house have? واجيب بين من عندي been decorated. ايه بقى استخدامات المستقبل التام? بجيبه امت? اول حاجة. التعبير عن حدث هيكون قد تم قبل او بحلول وقت معين في المستقبل. قبل او بحلول ليه? شوف كده بيجي معها تعبيرات زمنية هي ايه? زي buy before this time by this time. ركز في الامثلة عشان تفهم. my son احمد will have started school by next October. ابني احمد هيكون بدأ المدرسة قبل او بحلول اكتوبر القادم. لان المدرسة تديدها في ستة عشرين تسعة مثلا. before midnight tomorrow يعني قبل منتصف الليل لغدا بكرة قبل نص الليل يعني. ركاية will have started unit 16. ركاية هتكون خلاص الوحدة السادسة 16 مثلا. this time next year هذا الوقت من العام القادم في مثل هذا الوقت يعني. our company will have achieved the great success. شركاتنا هتكون قد حققت النجاح عظيم. ده او الاستخدام. الاستخدام التاني بجيبه مع التعابيرات الزمنية الدل على المستقبل بدون buy او بدون four. بس خلي بالك من دي بقى بس بشرط نجيب four معاها مدة زمنية. ركز في المثالين. in 2025 في سنة الفين خمسة وعشرين لسه ما جاتش. mona will have lived in her house fourteen years. مونة هتكون عايشت في المنزل بتاعها بقالها عشر سنين. يعني كده لما تيجي خمسة وعشرين هتكون بقالها عشر سنين عايشها في المنزل. يبقى كده ايه? عدت عشر سنين. يعني ايه عدت مثلا من 2015. تمام? يبقى هنا جبت ايه? جبت four ومعها ايه? معها مدة زمنية. يوم الاثنين القادم. او هكون قاعدت في اصوان بقى الاسبوع نفس الكلام. يبقى انا ممكن ما جيبش في المستقبل التام بس بشرط فخر الجملة جيب four معها مدة زمنية فين? بتعبر عن المستقبل يعني. المهم. النقطة التالتة. من جيب المستقبل التام? للتعبير عن حدث هيكون قاد انتهى او تم قبل وقوع حدث اخر. الكسف دي بقى. يبقى حدث في المستقبل برضو هيكون خلص او تم قبل حدث تاني هيحصل. هنا بقى يتوقف استخدام المستقبل البسيط والمستقبل التام على المعنى. وشوف المثال وهاتفها معنا قصودية. طبعا عندنا الروابط الزمنية زي after after as soon as once when the moment. بيجي بعدهم مضارع بسيط او مضارع تام والزمن التاني مستقبل نشوف. when you leave the office. لما تغادر المكتب. I will have sent the emails. يبقى هيكون الارسال تم قبل مغادرة المكتب. يبقى لما لما انت تمشي من المكتب انا هكون ايه? ارسلت اصلا الاميلات. لكن امقول لك when you leave the office. لما تمشي من المكتب. I will send the emails. هكون بارسال الاميلات. يبقى بعد ما انت تمشي. شفت المعنى فرق واضح ازاي? يبقى والجملة التانية مستقبل بس هنا بقى بيبقى بقول لك تام جالبا عشان المعنى. مثلا. by the time I go home. قبل مروح المنزل. I will have visited two friends. هكون زورت اتنين من اصدقائي. يبقى هنا الزيارة ديت هتكون تمت قبل ما ذهب الى المنزل. بعض الملحظات بقى notes for advanced level. متقدم شوية وان شاء الله كلكم تكونوا ايه من المتقدمين والمتفوقين. اول حاجة. ممكن استخدم مستقبل تام وازمنة المستقبل الاخرى مع تعبيرات زمنية مستقبلية تبدأ بحرف جر وظروف اخرى. يعني ايه? يعني ممكن اقول this time tomorrow this time next Monday this time next week وهكزا. in a year's خلي بالك ابصرف اس لان ايه مفرد هنا. is ابصرف عشان ايه جمع? عشان اناور مفرد. عشرة دقائق ويجيب لك time. يبقى ايه يرز time. in four months time. in five weeks time. لما تلاقي كلمة time ما تلاحبتش تقول انا هجيب ابصرف اس ولا لأ? ده انت بتجيب ابصرف اس على حسب الايه? المدة زمنية اللي قدامك. هل هي جمعه على مفرد? مثلا في مثل هذا الوقت الجمعة القادمة. هكون قد انتقلت الى ايه الشقة الجده بتاعتي. يبقى انا هكون انتقلت بالفعل. this time next Friday. مثل هذا الوقت الجمعة القادمة. I will be moving into my new flat. هكون ركز بقى مستمر في نقل الاشياء. يعني انكم بدأت الخميس ولسه ما خلصش الجمعة. يبقى انا هكون مستمر. يبقى ده مستقبل مستمر. ممكن استخدم المستقبل البسيط او المستقبل المستمر في ظل وجود تعبارة زمنية مستقبلية. بتبدأ باي? بكلمة باي. بس امت? اذا كان الحدث غير تام. ركز بقى معايا. يبقى انا ما جبتش مستقبل تام المرات. جبتي بسيط او مستمر. ركز. by the year twenty thirty. بحلول سنة الفين وثلاثين. we will be able to send the tickets messages by the power of thought. هنكون قادرين على ارسال الرسائل بقوة التفكير. يعني روح يبقى ركب جهاز في دماغه. يفكر في حاجة يروح بقى رسالة التانية على طول بالتفكير بتاعه. خلي بالك بقى من المعنى هنا. الحدث هنا لسه ما اكتملش. ممكن يكون لسه ما حصلش. ممكن يكون بدأ بس ما اكتملش. يبقى هنا عشان كده جبتي ايه? مستقبل بسيط. مثال تاني. by twenty forty بحلول الفين واربعين. people will use renewable sources of energy. renewable sources of energy يعني المصادر المتقدمة للطاقة. يعني بحلول الفين واربعين. الناس هتكون بتستخدم مصادر المتقدمة للطاقة الحدث غير مكتمل هنا. فعشان كده اجيبت برضو مستقبل ايه? بسيط. وممكن اجيب في الاتنين مستقبل مستمرة على حسب المعنى برضو. ممكن استخدم استخدام تالية لتؤدي نفس معنى المستقبل التام. ليه ايه بقى? وخلي بالكم تصريف تالت. ديت مبني المعلوم. يعني ايه? احنا نتوقع ان احنا هنكون انتهينا بالخط الخامس بحلول نهاية العام القادم. لو هجيبها مجهول هجيب قبل كلمة expect هجيب am او is aware. واجيب expect في تصريف تالت واجيب have been تصريف تالت. مثلا line 5 ده طبعا ايه? برافو ده المفعول. الخط الخامس is expected to have been built. ان المتوقع ان يكون تم بنائه. بحلول نهاية العام القادم. الحين اللي اصل على الجزء الخاص بجرامر. number one. don't phone رضا. ات وان ام. ما تصلش برضا الساعة الواحدة صباحا. ليه? لانه هيكون ايه? هتقول لي بقى اصله اكتمل نومه. لا ده خلي بالك مركز بقى. هيكون مستمر في النوم. يوم مستقبل مستمر. will be sleeping. number two. by the end of this week. بحلول نهاية هذا الاسبوع. we hope all the thieves. نتمنى كل اللصوص will. هيكون ايه? يبقى يكونوا اتقبض عليهم كلهم. يبقى will have been caught. ما بني ما اقول لي يا مصر. اصل اللصوص مش هيقبضهم. هيتقبض عليهم لانهما مفعول. number three. by 2050. بحلول الفين وخمسين. most petrol powered cards. معظم السيارات اللي اتشغل بالمنزل. هتكون قد اختفت يبقى هنا. will have disappeared. number four. before he gets home his mother lunch. قبل. طبعا ما يوصل للمنزل. ممتو. هتكون طبعا عملت الغضاء اصلا. يبقى ايه? يبقى الحدث اكتمل. قبل حدث اخر في المستقبل. يبقى will have prepared. number five. she not heard studies before the age of 21. هي تكون خلاصت دراستها. قبل سن الواحد والعشرون. قبل ما عندها 21 سنة. يبقى الحدث هيكون اكتمل. قبل الحدث اخر. يبقى will have completed. letter d. number six. not ten o'clock tomorrow. بحلول الساعة العشره غدا. I will have finished all my homework. خلاصه لاجه بتاع كله. يبقى هنا by ten o'clock tomorrow. number seven. by twenty thirty. بحلول الفين وثلاثين. the state built a new hospital in our city. اللي ايه? الدولة او المدينة هتكون ايه? بنت مستشفى جديدة في المدينة بتاعتنا. يبقى الدولة بتاعتنا هتكون بنت يبقى ايه? قبل بلت بس. طبعا بدل قبل بلت بس. واحد يقول ايه مصر طبعا اقول will have built ولا will ولا would ولا could. انت عندك تصريف تالت والتكوين بتاعنا كان بيقول ايه? will have تصريف تالت. يبقى letter ايه? تمام. number eight. everything is arranged for my travel naked Saturday. كل شيء بترتب له. عشان السفر بتاع السبت القادم. معنى الكلام ده. يبقى انا كده هسافر ومرتب لكل حاجة. يبقى مدرع مستمر. number nine. by twenty thirty. بحلول الفين وتلاتين. this project. المشروع ده هيبقى ايه? طبعا هيكون اكتمل. المشروع مش هيكمل نفسه خلي بالك. انا عايزك لما تيجي تحل بقى في المعلومة المجهول زي ما قلت لك قبل كده. فكر الاول الكلمة اللي قبل النقط فاعل. يعني اقم بالفعل. ولا مفعول واقع عليه الفعل. هنا this project هتبقى will have been complicated letter c. تمام. number ten. in three days time. يعني في فترة تلاتة ايام. في خلال تلاتة ايام. we will our flat. هنكون ايه? هنكون طبعا قمنا بطلق الايه? الشقة بتاعتنا. يبقى we will have painted. يبقى اللي يطر ايه? number eleven. when? نقط. ايه والنقط دي? ده عايزك تجيب سؤال كامل فاعل مساعد فاعل وتصريف تالت معلوم او مجهول. طبعا ايه اللي ينسب هنا? when? will? طبعا يور مش برضو. انما when? well? your home or kavinton اه? متى? تم ما? عمل الوجه بتاعك. number twelve. look انظر. this mobile is very nice. الموبايل ده جميل جدا. اي ات. انا هشتريه. ازا انت بتتكلم على ايه? قرار سريع. I will buy it. تمام? هو بدأ ينوعلك في الاسنان بتاع المستقبل عشان ما تختارش كل ايه? مستقبل تام يعني. وده احسن طبعا. number thirteen. I hope wars. اتمنى الحروب. اتمنى الحروب ايه? تكون شيء في الماضي بحلول الفين خمسة وعشرين. طبعا هنا. هتبقى will have become. يبقى لطر دي تمام. لان هنا بقول اتمنى بحلول الفين خمسة وعشرين تكون انتهت الحروب دي يعني. number fourteen. we can't use classroom five tomorrow. مش هنقدر نستخدم الفصل بتاعي سنة خمسة غدا. او الفصل الخامس غدا. because they the walls. لان هما ايه? ده بكرة. هيكونوا مستمرين? في الايه? في عمل طبعا للايه? الحوائط. طبعا ما فيش هنا مستقبل مستمر. بس هما مرتبين للكلام ده. يبقى هنا اجاب مستقبل او مضرع بقى مستمر. our painting. ده هو حتى ما اجاب لكش المستقبل مستمر عشان كانت ممكن بقى فيها كلامه وكنت بقى صحية كمان. number fifteen. after I know at all my jobs. the office. I will go home to have a nap. بعد ما خلص المهام بتاعتي في المكتب. اذهب الى المنزل عشان ايه? انا نم القيلولة. خلي بالك من الجملة هنا. افترض احد الرابط اللي قلنا عليه. بيجي بعدها حاجة من الاتنين. فاكرين? يا مضرع بسيط. يا مضرع التان. ما فيش الله مضرع بسيط. يبقى finished. تمام? number sixteen. will you not the report by next week? هل هتكون خلاص التقرير بحلول الاسبوع القادم? جاب الفاعل. يبقى هاف تصريف تالت. ليه مولتش هافين تصريف تالت? مش موجودة اصلا. يبقى. number seventeen. by twenty thirty. بحلول الفين وتلاتين. هما بيتوقعهم. يبقى بيتوقعوا ايه? اني طبعا هي ايه? خلاباك اكسبكت جاتلك هي. بيجوار هي فاكرين. to have تصريف تلات برافا عليكم. لانها معلوم هنا. يبقى توقعوا مني هيتم بناء. تلات خطوط مدروه في مترو القاهرة. او من خطوط مدرو القاهرة يعني. number eighteen. I can't meet you since I my lessons all day. مش هاضر قبلك? since هنا مش معناها منزو. معناها لان. لان ايه? طبعا لانها طبعا هكون مستمر في دروسي او مذكر الدروس ومراجع دروسي طول اليوم. all day تدل هنا على الاستمرار. يبقى هنا مستقبل مستمر. will be revising. تمام? number nineteen. by this time next month the prisoner not set free. بحلول مثل هذا الوقت. الشهر القادم. السجين هي ايه? طبعا السجين هيكون تم اطلق صراحه. ان هو مش هيطلق صراحه بنفسه. يبقى من مجهول. يبقى will have been set free. تمام? number twenty. the guests are coming at eight pm. الضيوف هيجم الساعة تمانية. I cooking by then. خلي بالك بقى. الضيوف هيجم الساعة تمانية. يبقى انا قبل هما يجم قبل حلول هذا الوقت يعني هكون انتهيتم الطاهي. ليه مش معقول هاتف هما موجودين. يبقى هنا I will have finished cooking. تمام? number twenty one. a new Egyptian solar powered vehicle. مركبة مصرية بتعمل بقوة ايه? الشمس او الطاقة الشمسية. is expected to. المركبة هنا خلي بالك ديت مفعول. يبقى is expected to. يبقى اجيب have been. تصريف ثالث. يبقى letter d. letter sorry letter c. هي اللي have been. يبقى هنا have been shown. تمام? number twenty two. experts think that kairu not buy more than half a million people. هنا يقول لك الخبراء بيعتقدهم ان تايرو القاهرة. buy more than half a million people. يعني ايه? طبعا هتكون نمو بتاعها يعني ازداد او هتنمو بمقدار تقريبا اكتر من نصف مليون نسمة. يبقى هنا will grow. تمام? لان الحدس ممكن يكونه غير مكتمل. مش عارفين مش متأكدين منه يعني. عشان كده بقول لك ايه? think. يعتقد. number twenty three sorry I can't see you later this evening. I know at my homework. يقول له آسف مش عادر اشوفك بعد كده يعني هذا المساء. I my homework. ليه? اصلا هكون بعمل الواجب بتاعي. طبعا هنا I'm doing. تمام? لاننا مرتب لكلام ده. فاكرين لما كنت تقول لكم في الاشكال بتاع المستقبل. ازا منعك شيء من القيام بشيء تاني في المستقبل فانما يمنعك يكون مستقبل مستمر هنا I'm doing. number twenty four which sentence means اي جملة تالية معناها before next week قبل الاسبوع القادم او قبل حلول الاسبوع القادم. I will no longer be here. لم لن اكون هنا يعني لم اعد اكون هنا. يبقى انا بكلم في لتر A before next week I will have left. بحلول الاسبوع القادم هكون غدرت اصلا. number twenty five by twenty thirty بحلول الفين وتلاتين. the project will have been completed. المشروع هيكون قد انتهى. this means معنى الكلام ده ايه? اباكبول لك بحلول الفين وتلاتين. هكون المشروع انتهى. يبقى before twenty thirty. the project will have been completed by later see. تمام. احنا كده وصلنا الاخر حليات النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسى شامل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعلك جراز عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله. كان معكم مسترحمة العبد من قناة درسالامي انلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.